عن تطورات المشهد بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي العراقي فاروق يوسف وعبر سكايب من أنقرة الناشطة السياسية العراقية سامر الساعدي أبدأ معكم أستاذ فاروق وأرحب بكم يعني كما تعرفون انتشار أمني مكثف في بغداد بالتزامن مع الإعلان عن نتائج الانتخابات وذلك تحسبا لأي تصعيد من قبل الميليشيات برأيكم أستاذ فاروق ما هي السيناريوهات المتوقعة لما بعد الإعلان أستاذ فاروق الصوت لا يصلني بشكل جيد خلاصة الانتخابات الأخيرة في العراق أن الفاسدين هم الخاسرون والرابحون يعني الخاسرون والرابحون هم من الفاسدين بالحقيقة هناك شيء ينبغي أن ننظر إليه بشيء من الاعتبار نعم الذين ذهبوا إلى الانتخابات ولم يقاطعوها من الشعب العراقي اختاروا أن يعطوا أصواتهم إلى الفاسد العراقي وليس إلى العميل الإيراني نعم تلك رسالة وجهوها إلى إيران وهي رسالة أيضا موجهة إلى الرأي العام العالمي مفادها أن الهيمنة الإيرانية في العراق لا تزال في حدودها السياسية ولم تتجاوز هذه الحدود إلى المجتمع المجتمع حتى هذه اللحظة يرفض الهيمنة الإيرانية ويرفض العملاء الإيرانيين المباشرين طبعا يعني هناك عملاء غير مباشرين أو عملاء من خلف القناع ولكن النتيجة الأساسية هي هذه ولكن هناك شيء من الاستقناء هناك مستقلون وفي الحقيقة هذه الاستقلالية في العراق نسبية إذ أنها سوف تخفت ما أن يتم تشكيل الكتل الكبرى سيتم استقطاب المستقلين البقية الباقية ممن يمثلون الحراك الشعبي والجماهيري فالحقيقة فإن أصواتهم ستضيئ وسط الضجيج ووسط ما كنت الفساد وكما أرى أن الكثيرين منهم من المستقلين أو من ممثلي الحراك يحاولون أن يطلقوا تصريحات بالنسبة إلي أنا أعتبرها نوع من التضليل ونوع من أكاذيب الأمل عليهم أن يتوخوا الدقة ويتوخوا الحذر فيما يقولونه فالموضوع لا يزال ضمن إعادة إنتاج النظام النظام حريص على أن يعيد إنتاج نفسه بعد ما تعرض له من هزيمة نسبية عام 2019 فهي الآن الآن في حقيقة الأمر أن النظام يعيد ترتيب أوراقه وهي مرحلة أنا أعتبرها واحدة من أخطر المراحل التي نتجت عن الاحتلال الأميركي عام 2020 طيب أستاذ فاروق دعني أنتقل إلى أستاذ سامر ورحب بكم أستاذ سامر يعني كما تعرفون استبقى شركاء العملية السياسية النتائج وبدأوا في تشكيل تجمعات للحصول على الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة هذه التجمعات التي تتشكل الآن هل ترى فيها عوامل تجانس أم أن الرغبة في الاستحواذ هي التي تجمعهم أستاذ سامر نعم تحية لقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم أهلا بك سيد الكريم نعم أنا أعتقد أن حقيقة بالعراقي سوف يصبح كسر عظم بين الكتلة المتناحرة على رئاسة الوزراء واحتمال نشهد لاعب قوي وهو اللاعب الدولي كان أميركي أو أوروبي غربي بدعم ممكن على إقامة حكومة طوارئ باستدامة وإطالة حكومة الكاظمي هذا سيناريو الأول السيناريو الثاني ممكن أن الجانب الأميركي يدعم مقتدر الصدر لتوليه رئاسة الوزراء على حساب الطرف الثاني اللي هم الميليشيات والجانب الإيراني مجتمعين معا طرف الثالث لو أختار مقتدر الصدر الجانب الإيراني عليه أن يتفاوض عن رئاسة الوزراء احتمال يقبل بنصف الإدارة له في منصب رئاسة الوزراء وهذا احتمال وارد ممكن على أن مقتدر الصدر يجلس مع الجانب الإيراني على الجانب الأميركي الذي لو جلس معه احتمال سوف نشهد في دام متلع بين الكتل المتناحرة على رئاسة الوزراء طبعا الكتل الشيعية لأن الكتل البقية المشاركة في الحكومة هي لديها لكل واحد لديها قسم من الوزراء حين تسكيل الوزراء المهم العراق والتنافس على رأسة الوزراء الموضوع الآخر حقيقة الشعب العراقيين كنت أعرف حضرتك نحن أطلقنا حملة لا لن أنتخب نرفض الانتخابات لوجود المال لوجود السلاح لوجود هذه الأحزاب لوجود الفساد لوجود عدم كشفة قتلة المتظاهرين والفساد ولعدم إفرازات حقيقية أدلت بها كل الانتخابات السابقة برلمان يعمل بصفة قانونية ورقابية وهكومة قوية ومعارضة قوية فلذلك أطلقنا كل العراقيين مصفة عراقين لا لن أنتخب الآن الشعب العراقي رفض هذه الانتخابات بنسبة ما أنا أقيمها 82% الشعب العراقي يرفض الانتخابات إذن 82% يجب أن تحترم آراءهم ويجب أن يقف كل المحافل الدولية عند هؤلاء 82% وأن نرجع إلى الديمقراطية التي هي حكم الشعب نعم طيب أستاذ فاروق المالك اليوم وهو عراب المحاصصة شكل جبهة للحصول على حق تشكيل الحكومة هل المالكي يستطيع تقديم شيء للعراقيين بعد فترتين لرئاسة الوزراء قضاهما في الفساد والمحاصصة الطائفية بالحقيقة أعتبر هذا السؤال مبالغ به نوعا ما السؤال الذي يتعلق بالمالكي هو مدى صلاحيته صلاحيته بالنسبة للنظام السياسي طيب المالكي بالنسبة للنظام السياسي هو ورقة محروقة وعالميا عالميا وفق كثير من المقاييس المالكي يعتبر واحد من أعظم وأهم الشخصيات الفاسدة في التاريخ البشري طيب لذلك وهذا طبعا هذا ثبتوه عالميا يعني الصحافة العالمية ثبتتها والخبراء الاتصاد العالميين تكلموا عنه كثيرا نعم لذلك إمكانية أن ينال منصب رئاسة الوزراء مرة ثانية هذا تهديد هذا التزاز للجانب الآخر اللي هو الجانب الصدري الذي يعرف تماما مدى كراهية وحقة المالكي عليه نعم لذلك أنا أعتبر هذه مجرد شائعات والرجل يحاول قدر الإمكان أن يبقى في المشهد السياسي وهو يعرف أنه لن يصبح رئيس وزراء أو يصبح مسؤولا كبيرا في الدولة العراقية مرة أخرى هو فقط يحاول الحفاظ على وضعه السياسي ووضعه المعنوي لألا لألا يحاول للآخرون أن يفتحوا ملفاته مثلا وهو فتحها سهل جدا هو فقط يحاول أن يتحاشى الذهاب إلى المحكمة أو يواجه العدالة طيب أستاذ سامر نبقى في نفس الإطار المالكي يروج لنفسه ولتجمعه بأنه سينقذ العراق ولكن السؤال المطروح هنا هل اكتشف المالكي بعد كل هذه السنين أن من يحكمون العراق فسد ويجب إنقاذ العراق من هؤلاء نعم يعني بالحقيقة هو من يروج للمالكي هم أذرعة إيران وبالتالي إيران فاللي يعني نلخص الموضوع بالتالي إيران هي من تروج لأن يكون المالكي رأسة وزراء هذا هم بالفعل غير قادرين على أنه تكمن هذه القضية بالماكنة ألا فقط بالماكنة الإعلامية ويعتبرونها ورقة باغرابحة على مقتدر الصدر أن لم تقبل بالمالكي فنحن قادرين على إجبارك على التنازل عن رأسة الوزراء أو تقبل رأسة الوزراء تحت خيمتنا وتحت قبة الولايات الفقية أو طبعا هذا مثل ما أسلفت أنه وارد جدا هاي قضية قضية أخرى الشارع العراقي والشعب العراقي يعني حقيقة رأسة الوزراء أصبحت كأنما هي بازة أو قضية ما تشترى وتضع في الأسواق السياسية وأحد الكتل السياسية هي مالكة لهذه السلعة يعني ما فهمنا أنه موضوع رأسة الوزراء فيه قوانين كتلة أكبر أحد أهم إفرادات الانتخاباتية تولي رأسة وزراء تخذ مصالف الشعب العراقي منذ عام 2000 أو من أول رأسة وزراء وليحد منذ عياد علاوي وليحد مصطفل تاغني أي رئيس وزراء ما أجأ عمل بالمادة 78 رسم السياسات ما أجأ عمل بالمصالح اللي تخص المواطن عمل بمصالح الكتلة اللي تنسبه واللي تنصبه وعمل خارج النطاق الدكتور والنطاق المفهوم لإفرازات الانتخابية والمكاسب الانتخابية بل بالأكس عمل مكاسب مادية حزبية ضيقة نعم نعم أستاذ فاروق التصريحات التيار الصدري التي وصفها الكثير بأنها نارية والتي تؤكد بعدم السماح بالمساس بنسبتهم التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة هذه التصريحات وهذا الموقف هل سيستمر بعد الحديث عن تهديدات قادة إيرانيين وميليشيويين للتيار الصدري شكرا بالأساس اللغة المتعالية والمتغطرسة نعم التي يستعملها الصدر وأنصاره تؤكد أنهم لا يقدرون دهاء وخبث الخصوم وهي لا تعبر عن ذكاء سياسي على الإطلاق هناك خصوم مستعدون لهزيمة الصدر وهزيمته يسيرة خلال أول جلسة لمجلس النواب أثناء تشكيل الكتل النيابية الجديدة ولأبة الكتلة الأكبر التي هزم من خلالها سابقا 2010 أياد علاوي ممكن أن يهزم من خلالها مقتد الصدر لذلك ينبغي على مقتد الصدر أن يرى بطريقة متفحصة ما يحدث من حوله وعليه أن لا يذهب بعيدا ويظل الجماهيرة بالنصر فهو في الحقيقة لم ينتصر حتى هذه اللحظة وعملية الوصول إلى منصب رئيس الوزراء هو أكثر ما يمكن أن يحقق الصدر أن يبكي الكاظمي في مكانه وهو أمر مشكوك فيه ذلك لأنني أعتقد الآن المشاورات بين الكتل السياسية ستصل إلى أفق مسدود ولا أتوقع في مرحلة قصيرة سنرى ترشيح رئيس وزراء معقول لأنه لازم نتذكر موضوعة سقوط حكومة عادل عبد المهدي وعجز الأحزاب عن ترشيح شخصية لتولي البهمة سامر سواء شكل مقتدى صدر الحكومة أم شكلها نور المالكي هل هناك تغيير يمكن أن يحدث في العراق في ظل الرفض الشعبي الذي ظهر جليا من خلال المشاركة المتدنية للانتخابات الأخيرة هل هناك تغيير يعني تغيير نحو القطاعات واقع سياسي في أكثر اقتصادي أي تغيير تقتل به يعني هناك هل هناك تغيير في العراق على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي نعم لا 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 أبداً لن يكون أي تغيير في رسم الخارطة السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ولن يكون أي تغيير على أن تقديم كافة الخدمات من القطاعات المختفية بل بالعكس احتمال سوف نشهد تردي لخدمات ولواقع في كل القطاعات أسوأ من التابق لأن اقتراح سوف يكون على الكتل الوزارات ومن يتحكم بهذه الوزارات والتفاتة بسيطة يا سيدي العزيز العوائل الحاكمة في العراق كانت هي ماسكة لكل زمام الأمور ولكل الوزارات الخدمية ومن هذه العوائل أهم أقطابها التي كانت ماسكة الحكومة والوزارات الخدمية منذ عام 2005 ولحد الآن ولديهم 200 شخص كان من درجة مدير عام إلى وزير إلى برلماني هي العائلة الصدرية عائلة آل الصدر آل الصدر كانوا في الحكومة منذ تشكيلها بعد 2003 ولحد الآن وهي من دعمت عادل عبد المهدي ومكتفى الكاظني وقال لها مقتد الصدر أنا أدعم كل رئيس وزراء وكان لديه وزراء وهيئات ووكلاء وغيرها فإذن ما هي الخدمة التي قدمها مقتد الصدر أو المالكي للعراقيين أذن هي أسوأ مما تكون خدمة من لندن الكاتب الصحفي العراقي فاروق يوسف شكرا جزيلا لك سيد الكريم وأيضا كان معنا عبر سكايد من أنقرة الناشط السياسي العراقي سامر الساعدي شكرا جزيلا لكم سادة الأكار شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم